السلام عليكم النهاردة هنعمل مع بعض حاجة بسيطة قوي وسهلة صنفي حلو من بواق الكيك اللي بتطلع معاك من صنية الكيكة اي حروف انت بتتخلصي منها وانت بتقطعي الكيكة ولا حاجة بتتجمعيها وبتحطيها في التلجة لغاية ما تستخدميها يعني ده يعتبر قعدة تدوير وانا هنا عندي كانت بقصص شوكولاتة من الكيكة بتاعتي ومعي شوية جوز هند وهنا في طبق هطلع عليه اللي هعمله هرش كده كاكاو خام علشان مايلزقش نسمي الله وندخل في الطريقة على طول دي اولي بالكب كيكة الصغيرة هقدم فيها البوبس الشوكولاتة لما هقدم طيب انا هنزل كده ببواق الكيك اللي انا جمعتها تمام وهنزل الجوز الهند ده ده اللي السوس الشوكولاتة ده بقى اللي هيجمع لي كل الحاجات دي مع بعض ده ده ميكة اللي هيجمع هنفلت بقى ده كله ببعضه وارجع ده ميكة خلاص انا لميت اهو بالمنظر ده كده هبتدي بقى اه ادورها كور صغيرة وارسها هنا على الككاو البودرة ده عشان تمسك ماتسحش وهقولك هنعمل ايهو كده انا خلصتها حطيتها على الككاو اهو بقى احركها في الككاو كده لشان تتغلب بيه وانا عملة حمام ميا ضفية كده على شوكولاتة خام وهنزل بالشوكولاتة الخام عليها عشان اغلفها بيها واركي هنعملها ازاي خلص كده هغلفها اهو الشوكولاتة كده ويخليها في نفس الطبق ده عشان هدخلها الفريزر تجمد كل واحدة كده تنزل شوكولاتة عليها وهدخلها الفريزر وغيرها الاجهار المتجم خلص كده انا طلعتها من الفريزر هبتدي بقى اخدها واحدة واحدة كده في الاوالي زينيها بقى باي حاجات حبيها اهي انا هرصها بقى كلها وارهالك في الاخر خلص انا خلصتها اهو جواقتها وحطتها في الفريزر برضو شوية تجمد هي يعني تجمدها في الفريزر وبتطلع قبل الاكل مسلا بدقيقة واحدة وتقدميها شكلها شك جدا اهي دعني لو مش بتبهدل ايديك ولا حاجة عشان الورق ده اه فكريتها حلوة وهو عملتي عادة تدوير لبواقل كيف عندك لو عجبتك الطريقة متنسيش اه تسريد اللايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة